مساء منظمة الوحدة الافريقية في حل مشتلة الصحراء الغربية والمغرب الأرصى السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأفكر مصدر ومرجع المعلومات ثانيا منظمة الوحدة الافريقية علجت منظمة الوحدة الافريقية مختلف النزاعات التي قامت بين الدول الافريقية العضا فيها أو على الأقل حاولت تسويقها بطرق سلمية أما دورها اتجاه الأزمة الصحراوية فارتصر في محاولة إنهاء السيطرة الاستعمارية والسبب وراء اخفاق الدول الافريقية في تحديد مستقبل الصحراء الغربية فأتول من المغرب وموريطانيا لها مطالب إقليمية في المنطرة ويبدو أنها لم تستطع التنازل عنها في سبيل منح الاستقلال للمنطرة وطرقية الصحراء الضائر في الصحراء الغربية هي تقرير مصر لسكان هذا الإقليم وإلى جانب أطراف النزاع توجد الجزاء التي تقيم البوليزاريو على أراضيها في منطقة تيندوف وموريطانيا التي تؤدي جماعات ينتمون إلى جبهة البوليزاريو في شمالها وتونس وليبيا تذايت معنيان بترتيب علاقتهم مع الجوار في الإيطال المغاربي تناولت المنظمة الطاضية الصحراوية منذ سنة 1970 ميلادي حيث أنه في مارس من نفس السنة اعترفت لجنة تحرير منظمة بالبوليزاريو تحارة تحررية وذات في اجتمام مبوتو بالمزنبير حيث جاء فيها أن الشعب الصحراوي له الحق في تطعيل مصيره عقدت المنظمة عدة مؤتمرات منها مؤتمر وزارة خارجية منظمة الوحدة الإفريقية الذي انعقد في الريباط بالمغرب في جوان 1972 ميلادي طراراً أعرب فيه عن تضامنه مع ستان الصحراء الخاضعة للاستعمال إسباني ودعى القرار مرة أخرى إلى أن تهيئ إسبانيا الجو المناسب لإجراء استفتاء في الصحراء الغربية حول تطعيل مصير وتحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لمبادئ واحتام ميثات الأمم المتحدة مؤتمر مانروفيا انعقد في السابع عشر إلى عشرون جولي 1974 ميلادي ومن أهم ما جاء فيه ضرورة وقف إطلاط النال لضمان سلامة المنطقة السماح لستان الصحراء الغربية بالاختيار ما بين الاستقلال التام أو الحفاظ على النظام الحالي من خلال تنظيم الاستفتاء عام مع ضرورة اجتماع جميع الأطراف المعنية بهدف تطبيق قرار الاستفتاء مؤتمر الخرطون بالسودان انعقد ما بين الثامن عشر إلى الثاني والعشرون جولي 1978 ميلادي كانت قراراته تتالي ضرورة تطبيق مبدأ تطبيق المصير في الصحراء الغربية إن شاء لجنة لدراسة الطاضية تعرف بلجنة الحكمة تتتوان من ستة رؤاسة دول وهم تنزانيا ومالي وغينيا ونيجيريا وطوديفور برئاسة الرئيس السوداني جعفا النميري هدفه هو الوصول إلى تطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة وتمتين الشعب الصحراوي من تطبيق مصيره موتام النيروبي من الرابع والعشرون إلى السابع والعشرون جول 1981 ميلادي ومن أهم ما جاء فيه اعتراف المغرب بحق الشعب الصحراوي في تطبيق مصيره حيث أعلن الملك المغربي الحسن الثاني أمام الرؤاسة لفارقة لقد قرر الالتزام بإجراء الاستفتاء إلى أن الملك عند عودته إلى الرباط أعلن في ندوة صحفية بتاريخ الثاني جولي 1981 ميلادي أن الأطراف المعنية في النزاعي المغرب وموليطانيا والجزائر ورفضت تدخل لجنة الحكمة وبالتاريخ الثاني والعشرون فيفري 1982 ميلادي تمت دعوة الجمهورية العربية الصحراوية بقيادة جبهة بوليزاريو إلى عضوية منظمة الوحدة الإفريقية بناء على طرار اتخذه آدم توجدو الستريت العام الإداري للمنظمة الذي أتدى على صلاحية الطرار انطلاطا من اعتراض 26 دولة من دول المنظمة الخمسين بجبهة بوليزاريو وهو الطرار الذي تدى يؤدي إلى انهيار المنظمة الإفريقية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد المترجم للقناة